حقيقة خصم 30% من رواتب الموظفين أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك حقيقة خصم 30% من رواتب الموظفين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مات دولته بعض وسائل الإعلام والمواكع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي عن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوة تجديم خدمة الراتب المقدم على بطاقة ميزة وتواصل المركز مع وزارة المالية التي أكدت التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة مشددا على أن خدمة الراتب المقدم هي خدمة اختيارية تدم بناء على طلب الموظف حيث يتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدما لاستخدامها في عملية الشراء الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع مع خصم المبلغ المستحق من الخدمة في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة اعتبارا من بدء تشغيل بطاقة الدفع الوطنية المطورة ميزة في سياق متصل سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة ميزة المؤمنة ذات الشرائح الزاكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النجدي والإداع والتحويل من مكينات الـ ATM والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية الـ BOS وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وقد بدأت الدولة خلال عام 2020 في المرحلة التجربية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل 2021 تحويل مليون ومثين ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقة ميزة بالتعاون مع بنوك بنك مصر والبنك الأهلي والتعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي الدولي والإمارات دبي الوطني والقاهرة والمؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد والتجاري الدولي وكذلك هيئة البريد والوحدات الحسبية بالجهات الإدارية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك علشان يوصلك كل جديد